هوية يسوع المسيح بين الطبيعتين بالضبط نبتدي لخبط بين اللهوت وبين النسوة أنا أكرر هذه العبارة لأنها سهلة وبتثبت الإيمان كان المسيح هو الله في كل ما هو الله وكان الإنسان في كل ما هو الإنسان طيب الله بعض الآيات البسيطة اللي بتتعلق بموقفهم الخطيئة أولا الله هو القدوس عيناك أطهر من أن تنظر إلى الشر يعقوب يقول لنا رسالة يعقوب الأصاح الأول أن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا كلمة مجرب تعني تمتد بالإنجليزي الله لا يغوى بالشرور الله ليس فيه طبيعة تتجاوب مع الشرور طيب ما دي طبيعة المسيح لما كان على الأرض اتنين الله نور رسالة حنى الأولى الأصاح الأول نعم عدد خمسة وهذا هو الخبر الذي سمعناه أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة فالمسيح هو الله نعم هو الله الظاهر في الجسد الله قدوس نعم الله نور نعم الله ليس مجرب بالشرور نعم فإحنا قدام شخص الطبيعتان اتحدت فيه بشكل يفوق إدراك العقل البشر هو نفسه لما تكلم عن نفسه الرب يسوع قال في ماتة 11 أخ نزار آية مهمة قوي قال ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف في الأب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له عايز تقول يا رب يريد أن يقول إن أردت أن تدخل إلى أعماق من أنا كالابن المتجسد فهذا لا يمكنك أن تعرفه ليه لأن تحتاج إلى الإعلان الإلهي بوترس لما اعترف بأن تقول المسيح ابن الله الحي قال له طوبة لك إن لحمن ودمن لم يعلن لك الناس النهاردة عايزة تمسك في الحتة دي وبعقلها تفهمها لا دي بنقبلها مش يعني عايزة أقول مش بنقبلها بدون تفكير بنقبلها وبآيات الكتاب بتؤكد ترجمة نانسي قنقبلها ترجمة نانسي قنقبلها ترجمة نانسي قنقبلها ترجمة نانسي قنقبلها